في اليوم عينه في هانوفر واجهت ايرلندا المنتخب السوفيتي لم يتوقع العديد ان هذين الاثنين سيتقاسمان الصدارة بعد الجولة الاولى انما هكذا سارت الامور انتزع الارلنديون تقدم في الشوط الاول حيث سجل روني ويلان احد اجمل اهداف الدورة عند نهاية الشوط الاول لم يكن لوبانوفسكي قلقا فقال نحن متأخرون بهدف نظيف بغض النظر عما قد يحدث يجب علينا ان نسجل وهذا بالتحديد ما قمنا به هاجمنا بسرعة كبيرة ونجح اوليك باحتلال مركز جيد انما لم يكن بافضل المواقع فانسلى ونجح بتزديد الكرة بين قدمي بونر هذه كانت احدى فرصنا القليلة لذلك كان جيدا استغلالها اخذين بعين الاعتبار مجريات المباراة في النهاية حصلنا على نقطة لاننا ادركنا التعادل وبالفعل لقد اعتبر الجميع انها نتيجة جيدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة